موضوعنا اليوم عقب السلام ورحمة الله وبركاته وهو كيف ننهي الحوار باللغة الإنجليزية عندنا بيزنز عندنا أونفون مكالمة جوال عندنا فيس تو فيس أيضا في الأخير رح ناخذ كيف ننهي المكالمة الحب مع السلمية هنبدأ بإذن الله تعالى بالبيزنز البيزنز مهم جدا لأن هذا الشيء اللي رح يوظفني يكون داخلي جدا كويس لكنت أنا عارف أتكلم كويس اللغة الإنجليزية كيف ننهي الحوار باللغة الإنجليزية ذاتي نتكلم عن البيزنز رح يكون عندنا شرط واحد اللي هو نلخص الحوار الأصري اللي صار بينه وبين الشخص هذا في المكالمة مثلا اتفقل بكرة الساعة ثمانية نتقابل فأجي في نهاية الحوار أشعر عنه الحوار بينه وبين الشخص هذا أقول له عشان الشخص الثاني يقول لي وانا أقول له سي يو ذن الذن هنا بمعنى أرأيك بكرة في لفس الوقت اللي هو الساعة الثامنة في مكتبك سي يو ذن وخلص خلص الحوار باي باي سلام عليكم أما من بداية تقول له باي غلط جدا تعتبر إنسان غير مفقف أيضا من الأسلوب الرسمي في إنهاء الحوار أقدر أقول طبعا لازم تحفظه وتتعلم كيف تقولها بشكل سريع عشان ما تتعتع فيها ممكن تعظن الدقيقة في شخص ودي أكلمه بشكل ضروري كذا الشخص هذاك راح يقول لي الى آخره فينهي الحوار وأنا أطلع منها بأسلوب جدا جميل وقيم حاول تحفظها بشكل سليس تقولها في لسانك بشكل واو ومن الأسلوب الرسمية جدا جدا في إنهاء الحوارات أقدر أقول أنا أنتظر من ذاك الشخص يرد لي خبر فأقول ok I will wait to hear from you then ok I will wait to hear from you then ok I'll wait to hear from you then ok I will wait to hear from you then يعني خلاص حسنا أنا راح أنتظر أجل راح أنتظر أني أسمع منك أني أسمع الرد منك أنا أنتظرك ترد علي فهذا أسلوب جدا جدا قيم وفخم في إنهاء الحوارات خصوصا لو كنت أبغى منك شيء أنا سألك شيء فأنتظرك ترد للشيء هذا تعطينا خبر عليه أقول لك ok I will wait to hear from you then جميل جدا الذن هنا بمعنى عفوا أجل الذن هنا بمعنى أجل لا ننسى أما الذن لو جت في وقت سابق يعني مذكور في الحوار تأتي بمعنى في نفس الوقت هاباك يعني تراك ما ما أدري شلون كل شيء باي باي ما ينفع لكل مقام ما قال في ناس ما ينفع تقول لهم باي على طول لابد فيه كلام قبره طيب زي ما حنا في العربي نكون ذربين نعرف نقول الكلام اليمين هنا لهناك فلازم حتى بالإنجليز تصير صاحب جاه صاحب يعني إنسان إليه لأحل لله صاحب ذرابة إذا تكلمت الناس ما شاء الله يقولون هذا هو محترم إذا يكفي ناس حطوهم في أماكن جدا علية لشان يقابل الناس يعني هو ما شاء الله لما قالوا ذرب يعرف يتكلم فأتمنى تكون منهم قبر ما أنا أصير منهم أما الآن ننتقل للحوار الأقل رسمية وفي ميانة يعني أنا حين أتحاور مع صديق لي ألا أتحاور مع صديق لي ما أنسى إنه ما يحتاج أسوي إيش سامرايز يعني ما يحتاج إنه ألخص الحوار أجيب إناي أقول لها خلاص لا تنسوا وعودنا بكرة الساعة ثمانية غالب الأصدقاء يزعلون يبنى حلا نفهم نحن كشو يتعيد نفس الكلام لكن في البزنز لازم عشان تأخذ التأكيد أما في الصداقة ما يحتاج تسوي سامرايز to the main point بكتوبها مكتبتها أول ما يحتاج أوكي مثلا أنا بنهي الحوار مع صديقي أقدر أقول لها It was lovely It was lovely chatting to you It was lovely chatting to you يعني من الجميل كان المحادثة معك أو الحوار أو مثلا Glad to hear from you Glad to hear from you أنا مبسوط أني سمعت صوتك وسمعنا يا أبويا أنفاسك أخيرا حلو Glad to hear from you or It was lovely chatting to you استخدموها جميل طبعا طبيعا راح يقول لي me too أو يقول like wise يعني أنا أيضا بس وباي وباي طي ماذا لو كنت تحاول مع صديق لي وكان الحوار هذا face to face أقدر أقول أم أم أوكي I'd better get going أوكي I'd better good آه sorry أوكي I'd better get going أوكي I'd better get going آية اللي هي I would better get going معناها كلها طبعا يعني I have to go أنا لازم أمشي هذا جميل أقدر أقولها دائما في نهاية الحوارات معنا أصدقاء face to face حتى لو كانت with the phone في الجوال فجميلة أفضل من بايا عيد وكرر ألف مرة قبل الباي في كلام ينقال قبل خليك ذرب دور على الذرابة يا الذرب أيضا ما في شك أقدر أقول للصديق I'm sorry I'm gonna have to rush I'm sorry I'm gonna have to rush gonna have to rush معناها I'm in hurry I'm in hurry sorry I'm sorry I'm gonna have to rush معناها I'm sorry I'm in hurry or I'm in hurry معناها أنا مستعجل لازم أمشي I'm sorry I'm gonna have to rush جميلة استخدمها يا الله حتى لو كانت مستعجل استخدم مارس مارس كده تفلح في اللغة أما انجالز مكانك تقول أنا الحين ما تغير I wanna change I wanna change here you go change ونقدر نقول للصديق أيضا it's getting late يعني الوقت قعد يتأخر يوه ناظر الساعة أقول it's getting late يعني والله لازم أمشي واضحة صح وقدر أقول alright let's call it a day خلاش يعني خلنا اليوم ننهي اليوم على كده يعني نتقابل بكرة أي وقت ثاني alright let's call it a day وقدر أقوله برضو stay in touch or keep in touch stay in touch يعني خل بينا تواصل يا ابن الحال خلنا نتواصل ما أنا أبغى أمشي زي بالعربي حنا ما نقول توصي شي واضح إن هذا ودع توصي شي يا الحبيب يلا توصون شي يبغى يمشي ففي أساليب قبل باي نجي الآن كيف أودع الحبيب أو كيف أودع الحبيب كيف أودع زوجي كيف أودع زوجتي خطيبتي عاد أنت أبوها وسمها أقدر أقول مثلا في نهاية الحوار I can't wait to hear from you I can't wait to talk to you I can't wait to hear your voice يعني زي اللي أنا بموت شوق على ما أسمع منك مرة ثانية أسمع صوتك مرة ثانية ما قدر أتحمل الشوق هذا I can't wait I can't wait بمعنى أنا حموت على الشي هذا ما أقدر فI can't wait to hear from you هذه واحدة الثانية أقدر أقول I already missed you I already missed you معناها أنا ليس I missed you مو أشتقت لك ولا راح أشتاق لك معناها أنا من الآن وأنتي معايا أسمعك أو أشوفك أشتاق لك من الحين أنا قاعد أشتاق لك Oh my God سلام عليكم أيضا من الأساليب الجميلة اللي هي I can't let you go ما قدر أخليك تروح يا حبيبي ما قدر سواء كان كان face to face أو كان on phone وسلوب الثاني ضونا في exaggeration في مبالغة وكلنا نعرف إن الحريم يحبون الأساليب يحبون المبالغة يعني لو they know it's a lie يعرفون الموضوع كذب so they didn't know we can do so let's exaggerate them هنا بس نبالغة يعني you have to compliment always لازم تمدح yes always بكذا أنا خلصت لكن عندي طلب أو سؤال بسيط وهو يعني practice لنا كلنا how do you write end your conversation كيف تنهي محادثتك انت بالانجليزي كل النجاوب يعطينا في العام راح نصور نرفحها في الخاص قصدي راح نصورها ونرفحها في العام ونشوف الأساليب المختلفة ونتعلم نستفيد من بعض حلوين كل ما سبق يعني أنا أستخدم بعضها خصوصا حق البزنس في الدوام وهذا شيء تمام هذا شيء أساسي عفوا ومهم جدا فأتمنى أنكم تأخذون الموضوع محمل الجد وأنا زي ما دايما كنت أقول يعني من سنة سنة ونص قد ما تعطوني أعطيكم والحي يحييكم الميت زيتك غبا السلام عليكم